السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الاحتيال من خلال ان يجي لك ايميل وانت توافق عليه ممكن نسرق حسابك وممكن بعد كده يسرق حسابك في البنك ممكن نسرق الاكاونت بتاعك ويبعت للاصدقاء انا محتاج فلوس وهكذا. اه اه اتعرض الموضوع دوت واحد سموسام مترو فيتش ده مستشار حلول في ميكروسوفت. كان يروح فيها في المكالمة احتيالية جات له. هو شك فيها من شدة ان نحس ان الصوت يعني رسمي او حاجة منظمة زيادة عن الزوم فشك فيها. تمام? كان الحساب بتاعه هيسرق وكانت هتبقى فضيحة طبعا لان ممكن يكون فيها اصرار للشغل. طيب انا هوريك بعض الايميلات اللي جاتلي اللي ممكن حد انخدع بيها عشان تخلي بالكم. ده مثلا الايميلات تمام? ده مكتوبة هنا الفيسبوك. الفيسبوك مفروض ان هو بيقول لي ايه? يعني في حد بحاول يختارك الحساب بتاعك فانت اول ما هتدخل هتقول له ياسمي ده انا او ده مش انا. في الحالتين هيبدأ ان هو يحاول يسرق الحساب بتاعك. تمام? بيقول لك ان في حد دخل من جهاز ايفون 11 برو. هو ليه محدد لك جهاز? عشان انت تشوك اهلا ده انا ما عنديش ايفون 11 برو اكيد بيش انا. فتروح ايه ليه? report this user. فيقول لك تبدخل الحساب بتاعك الايميل القديم والباسورد القديم. وانه يبدأ ان هو هيسرق الحساب بتاعك. طيب تتأكد من اين ان هو نصب ببصه وبعت من الايميل ايه? حاجات وهمية. كلام كتير. تمام? مفروض ان الايميل بتجي لك من الفيسبوك والفيسبوك ما بتتكتمش بينهم نقطة. تمام? فانت تخلي بالك بص الايميل جاي من اين? دي اهي. تمام? ده الايميل اهوت. ماشي? toomerselim. ده ده مش الايميل بتاعي. تمام? فاتخلي بالك جدا لما تستلم ايميل زي دوت. ماشي? ما تضغطش على اي حاجة لانه ممكن يبعط لك فيروس يبعط لك كراك يبعط لك اي حاجة ببوض لجهاز بتاعك. تمام? وما تدصي على ال unsubscribe. ده ده مش موقع رسمي او حاجة بيحترم الناس فلا. unsubscribe ممكن يدمر للجهاز. تعمل ايه? تبلغ ان هو spam او delete forever. تمام? طيب ايميل تاني برضو instagram اهو. بيقول لك احنا اكتشفنا ان في حد عمل لوج ان على الحساب الانستجرام بتاعك. ماشي? فيقول لك بقى send password بص هيحصل ايه? هتبعط الايميل وهمي و not my request. تمام? في الحالتين احتمال لدير مار الجهاز. بص الايميل اللي جاي منه اهو. وبعت لمين? بعت للناس كلها. يعني بعت لمليون واحد. ممكن يقابل حد ما يخدش باله او صرحان. فيسرق الحساب بتاعه. فهنخلي بالنا بص. الانستجرام ما بيسيبش مسافات. ما بيعملش ايميل من شركة وهمية. لا بيبقى info at instagram.com او حاجة زي كده يعني. تمام? فخلي بالك. وعلى طول قل له report. تمام? او قل له delete for refer. يعني مفيش حد كبير ان الحساب بتاعه يسترق. ده اهو خبير امني في في ميكروسوفت وكان الحساب بتاعه هيسترق. لان التزييف العميق بيتطور وكل شوية مثلا يقول له ميه. طب في حد اكتشف استغرى عشان كزا. ازاي نبعد بطريقة اخرى وهكذا. فنخلي بالنا انه ممكن الحساب بتاعك السريعي. اشتركوا في القناة